توصيك حساب الواتساب بعلامة صحة الخضراء زي ما انت شايف كده هنتعلم مع بعض ازاي تقدر توصيك حسابك بعلامة صحة الخضراء يعشان تكون مميز وسط عملائك ووسط صحابك يلا بيب طول عمرك كنت تسمع عن توصيك حساب الفيسبوك توصيك حساب الانستجرام لكن اكيد عمرك ما سمعت عن توصيك حساب الواتساب ان شاء الله في الفيديو ده هولك ازاي تقدر توصيك حسابك على الواتساب بلعلامة صحة الخضراء يلا بنا كده نبدأ شرحه علشان ما طول شعب حولك على فكرة جميلة قوي علشان تقدر توصق بها حسابك على الواتساب زي ما انت شايف كده انا موصق حسابي على الواتساب وبحيث انه ما يكون حساب تجاري بيكون مميز وسط اصحابي اقول مميز وسط العملاء والناس اللي هم المنافسين في الشغل بتاعي دلوقتي ان شاء الله هنتكلم مع بعض ازاي تقدر توصق حسابك على الواتساب اول حاجة بتعملها بتروح عندك تضغط على سابق اعمال زي ما انت شايف كده حتى كمان الواتساب اللي انا موصقه انا هعمل لك تجربة كده ان انا اقدر اكلم بنفسي عادي جدا ده حسابي انا واللي بيكلمني بيظهر عنده علامة الواتساب اللي هي علامة صح الخضرة دي تمام ارجع تاني كده لواتساب اعمال او واتساب التجاري هنا بعد ما تسجل اسمك وبياناتك وكل حاجة عنك بتحط هنا اسم النشاط التجاري بتاعك انا هسجل اسم النشاط التجاري شوف بقى كنت شغال في المتجر او كنت شغال آآ صاحب المحتوى كنت شغال آآ بتقدم حاجة تعليمية زي ما انت مشوف هنا عندك كده في الفئة بس ما ابتضغط عليها ضغطة بيديلك اقتراحات على سبيل المثال انا اخترت التعليم ومن هنا بتروح عندك عند كلمة التالي انا بقول لك تهيئة المحادثات طبعا ما ما فيش محادثات عندك لكن لو فيه اي رسائل ما فيش مشاكل تقدر آآ تحول نفسك على المكالمات او عفوا الرسائل هنا بيضغط على انشاء كتالوج مجرد بس نتضغط على البدء الان المفروض تنشئ كتالوج يعني انشاء شوف انت بتقدم ايه يعني محتوىك بيقدم ايه اضغط على اضافة انصر جديد وبعد كده بقول لك انشاء كتالوج بس الكتالوج ده مش مهمة اوي لكن يعني نحط معنا في الحزبان بحيث ان هيكون حاجة مهمة لازم نضيفها عندنا في الماخ بتاعنا او البروفايل بتاعنا طيب دلوقتي انا بلقول لك النسخة الاحتياطي يفضل انك تعمل نسخة احتياطي اسبوعية وتربطه بحساب جوجل افضل لك اربطه بحساب جوجل عشان مليش تزعل في الاخر لما تلاقي المحادثات عندك اتحزفت وتبدأ تبحث عن استرجاع محادثات الواتساب المحزوفة وتغط رف وضور خليها اسبوعيا واعمل حساب جوجل بعد كده بتغط على تم حاول تخليه تبمين مقاطع الفيديو لو انت حابب لو مش حابب تلغيه خالص اضغط على كلمة تم ومن هنا بقول لك ملف نشاطك التجاري اضغط عليه من هنا بقى بنبدأ نوسط الحساب بتعمل هنا بقول لك اسمك احمد علانو عندنا المسئة تعليمية الوصف بتضيف وصف انا مثلا اه تقديم محتوى تعليمي هادث مجاني تمام بعد كده بوضع على كلمة حفظ ومن هنا بقول لك هنا عنوان النشاط التجاري وعنوان النشاط التجاري لو جيت تحدد مصر بعد تعمل حفظ لو انت عايز تحدد المدينة مفيش مشاكل اعاوز تغط عليه وتحدد على موقع الخريطة وتفتح الجي بي اس برضه مفيش مشاكل ساعة العمل اه احدد ساعة العمل خلي مفتحني امن مفيش مشاكل لو انت عاوز تحدد ساعة العمل براحتك انت حاجة ترجع لك اهم حاجتين دول البريد الالكتروني وموقع الويب مدام انت ربطت الحساب بتاعك ببريد الكتروني احترافي ببريد الكتروني تجاري تقدر توصق حسابك يعني اد اونلاين اني تمام بعد كابت على كلمة حفظ شفت انا عملت ده ده حساب تجاري خاني بقى لك بقى انا بقول لك موقع لو ليك موقع يفضل انك تضيش يعني لو جيت احمد اهم مسلا بعد كابت على كلمة حفظ اهم حاجتين لتوسيق حساب الواتساب بالعلامة الخضراء اللي هي قدامك دي ان يكون انت ضايف بريد الكتروني وضايف موقع ويب ليك انا بقول لك اضيف الفيسبوك والانستجرام اي اضيف الفيسبوك والانستجرام حيس انك اه ضغط على كلمة المتابعة كيس انك يكون في عملاء اكتر بتقول للواتساب انك قادر انك تخلي الواتساب بتاعك ده موسق ويكون وسط العملاء حاجة مهمة جدا طيب دلوقتي انا عشان بقى خلاص كده انا خلصت ملف الشخص بتاعي انا اعمل ايه بتروح عندك على الرابط اللي يسايف لك قولك في التعليقات هتروح عندك على التواصل مع فريق اه الدعم الفني للواتساب بعد كده هنا بتروح للواتساب اعمال تضغط على كلمة تتصل بنا وتروح عندك تنسخ كل الكلام ده اللي هو الاميل ده تمام بتعمله نسخة ارجع اعمل قبي هنا وتروح عندك على حساب جوجل اتدور على حساب جوجل او حساب الجيميل طبعا هو مش موجود عندي في المحاكي بروح عندي على جوجل كروم ومن هنا بكتب جوجل دوت كوم وبروح عندي كده عند التلات موقات دول وعلشان يحولني على الجيميل ما زهرش معي اكتب جيميل وهو يحولك على طول على الحساب الجيميل او حساب جوجل القصبي دلوقتي بتستنى شوية وتقول له هنا ابدأ علشان يحولك على النشاط التجاري ده تمام كده انا حولي على طول على حساب جوجل او حساب الجيميل بضغط على علامة انشاء الرسالة ويقول لك هنا الى بتروح تضيف اللي هو الواتساب اللي احنا نسخناه من هنا اللي هو ايميل الواتساب نفسه وهنا يقول لك نسخة مخفية لأسيبك من النوضوع ده انا يقول لك الموضوع اكتب اه توصيق حسابي على الواتساب تمام بعد كده انا بيقول لك انا اكتب الرسالة اسيب لك الرسالة دي موجودة في التعليقات او الوصف اتروح تضيفها وبنفس النص كده او نسخة وبروح او معامل لها لصق انا بالشكل ده كده تمام كده خلاص احنا عملنا الرسالة زي ما احنا قلنا لكم والرسالة عبارة عن اهلا بطريق دعم او ملاء في شركة الواتساب اتمنى ان تكونوا بصحة جيدة اه وعافية انا اود تقديم لكم طلبا لتوصيق حسابي التجاري في تطبيق الواتساب باسمي وكاتب اسمي هتلاقي رابط الرسالة دي موجودة في التعليقات او الوصف انا ملتزم بتقديم محتوى تعليمي بطريقة شفافة وموصوقة ان شاء الله انا هعمل لك لجميع الفئات برضو هتلاقي موجود اه رابط الملفات في الوصف وانا بيضيف جميع بيانات التواصل علشان اه يوصق لك الحساب اسم الشركة بتكتب معلومات سواء يارك دعا بالشركة بتاعتك واسم المسؤول ورقم التليفون بتاعك وانا اعلم لديكم اجراءات تحقيق واثبات هوية المستخدمين وانا مستعد لتقديم اي مستخدمات اضافي تدعم هوياتي وتحقق من الهوية مع حالص تحيات احمد اعلم طيب نصيحة مني لك علشان تخلي يعني تخلي الواتساب يقدر يوصق حساب بتاعك حاول تبعاك لوت صورة للهوية بتاعتك على البريد اللي قدامك ده تمام طيب دلوقتي هل ينفع ان انا اوصق حساب اللي من واتساب المسنجر العادي اه بتتصل بهم برضو بتضغط على كاملة تتصل بنا وبتحدد رقم التليفون بتاعك وتكتب بريدك الالكتروني البريد الاول والتاني تمام بعد كده بتضغط هنا على كيفية استخدام الواتساب شوف انت بتستخدمه على الادرويد ولا الويب شوف انت بتتخدم زي ما تستخدم وهنا برضو بتكتب نفس نص الرسالة اللي انا قلت لك عليها واللي هسيب لك الرابط بتاعها في التعليق تمام بعد كاملة الخطوة التالية وفي خلال 24 ساعة بيتم الرد عليك ان الحساب بتاعك ده تتوصى ولا لا وبكده انا شرح انتهى اتمنى يكون الشرح عجبك ياريتنا تنساش تدعمني بلايك سبسكرايب للقناة اتلاقي الرابط الرسالة اللي انا قد تبعاتها الواتساب موجودة في التعليقات واشوفكم في حلقة جديدة السلام عليكم